بسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها دائماً أبدياً أمين نشكر الله يا أحباي الذي جمعنا في هذا المساء المبارك في هذه المناسبة الطيبة وقبل ما أتكلم أود أن أشكر كل من له تعب في ترتيب هذا اليوم أولاً أشكر قناة ميسة لتفضلها وبالحضور معنا في هذا اليوم لتغطية هذه المناسبة شكر خاص لنيافة الأنبى أرمية نشكر الأباء الكاهنة اللي سابقاً يسهم لآخرين مجوم شاركونا في احتفالنا شكراً لولادي وبناتي حبيبي كرال نبرد فرح شكراً للشمامسة على صوتهم وحفظهم ولكن ولكن إيه بيلبسو الساعة شكراً للي زينوا الكنيسة وما جمعوا ما بين المناسبتين معاً في زينة الكنيسة ساعة في النخر حيث دخول السيد المسيح إلى أوروشاليم واللون الأحمر رمزة لدماء شهداءنا الأبرار شهداء طنطة أحبائي احتفالنا في هذا اليوم يختلف عن أي احتفال كنيسة أخرى وربما تشاركنا في هذا الكنيسة المرؤوسية في الإسكندرية إن كانت احتفلت احتفالنا مختلف لأننا نعود بالذاكرة إلى نفس المناسبة تذكار دخول السيد المسيح إلى الهيكل من ست سنوات في أحد الزعف فكان الاحتفال بدخول السيد المسيح تذكار دخول السيد المسيح إلى الهيكل وكان أيضا استحاب الملائكة لأرواح أبناء طنطة الأبرار أبناء كنيسة ماري جرجس هنا في طنطة إلى الفردوس حيث استشهادهم في هذا اليوم ست ست ستين بالتمام والكلماني ست ستين مرت ويتوافق 9 أبريل مع أحد الزعف عشان كده احتفالنا مضاعف في هذا اليوم واحتفالنا مميز ومختلف يجمع ما بين المناسبتين معا هنا أحبائي وفي هذه العاشية ومن خلال إنجيل العاشية من إنجيل معلمنا يحن البشير الإصحاحي الاثناشر أعداد من واحد لحداشر يتحدث الكتاب المقدس هنا عن العطاء في شمليته وفي هذا أيضا يتماشى مع العطاء الذي قدمته هذه الكنيسة في مثل هذا اليوم العطاء في شمليته والكتاب يكلمنا عن وجود السيد المسيح في بيت عانيا في بيت مريم ومرثة وبيت العازر الذي أخيمه من بين الأموات وفي هذه القصة نرى تنوعا نرى شمولا للعطاء فالعطاء هو سمة الإدسين العطاء هو سمة الإدسين أنتوا لما ديتوا ولادكم ربنا ربنا نظر إلى قلوبكم نظر إلى قداستكم نظر إلى نقاوة قلوبكم فقبل أجمل وأقوى وأفضل عطية وهي عطية بشرية أولادكم الشهداء اللي تقدموا للسيد المسيح يقول الكتاب في سفر الأمثال أما الصديق فيعطي ولا يمسك تستعدي ضحي بأي حاجة وأنتوا ضحيتوا بأولادكم وما أجمل التعزيل التي كانت تملؤ قلوبكم جميعا رغم هذا العطاء لأنكم كنتم على استعداد روحي عميق أنكم ممكن تقدموا أولادكم ربنا وأنا أعتقد ويعتقد معي الكثيرون أن العطاء هو مصدر ومدخل لبركات كثيرة يتمتع بها الإنسان وتعتقدون معي أن كنيسة ماري جيرجس قبل وبعد الحدث أمر مختلف في نظر الكنيسة الإبطية كلها وأصبحت الكنيسة في ماري جيرجس في طنطا جاذبة لكل شعبنا القبطي من كل ربوع مصر بل من خارج مصر وبكم ومن خلالكم ومن خلال تضحياتكم ومن خلال أبنائكم الشهداء صار هذا الموضع هذا المكان مصدر بركة للجميع اسمحوا لي أن أقول يفرح شعبنا الإبطي أن يأم هذا المكان أن يتبارك بهذا المكان لأن العطاء لابد أن نجني عنه بركات عديدة وهنا عندما أخاطب الكل أقول لكم تمسكوا بالعطاء بكل أشكاله بكل صوره فمن يتعود على العطاء المادي ويتدرب عليه ومن يتدرب على عطاء الوقت ومن يتدرب على عطاء الضهد إنما يعد ذاته لكي ما يعطي ذاته للمسيح بكل فرح اسمحوا لي أحبائي كل بيت أعطى إنما أخذ أكثر مما أعطى وكل كنيسة أعطت للرب إنما أخذت أكثر مما أعطت ويقول لنا الكتاب كده أعطوا تعتوا ويكمل ويقول كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائدا يعطونا في أحضائكم الكل مطالب بالعطاء وبلا خدود وأكوى درجات العطاء هو عطاء شعب طنطة عندما أعطى من أفضل أبنائه كعروس للمسيح كالشهداء قدموا للرب هنا نتذكر العطاء وبركاته وهنا نتذكر العطاء وحجمه وشكله عندما نتذكر أرمالة صرفة سيدا ستة أرمالة لا تملك من الحياة شيء متبقي لديها غير كاف دقيق وقليل من الزيت ووضعت خطة إن شوية الدقيق المتبقيين دول هتعجلهم عشان تاكل النتاج هي وابنها وبعد كده ينتظر الموت تخيل معايا واحد ما حلتشغل واحدة ما حلتشغل شوية الدقيق وشوية الزيت دول وعارفة أن هتكونهم تموت ومع ذلك ماذا بعد أن طلب منها أن تعطيه كعكة أولا فأعطت كل ما تملك ولكنها تيقلت بركة العطاء لأنها أخذت أكثر مما أعطت بما لا يقص يقول لها كده كوارد دقيق أو ينال عنها كده أن كوارد دقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به على يد إلي هي دي بركة العطاء بل الأكثر من هذا بعد عطائها مات ابنها طب يا رب دي النتيجة يعني طب دي البركة اللي هتدهلها لا أنت مش عارف الحكاية ده ربنا من خلال موت ابنها يؤكد لها أنه سيعطيها ما لم يعطيه لآخر وهو العمل المعجزي بإقامة ابنها من بين الأموات عشان كده أقول الكتاب فسمع الرب لسوت إليه فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش أمثلة كثيرة واحد غريب الجنس كرينيليوس كل موهبته أنه بيسلوا بيدي ما عندوش أكتر من كده ويقول كتاب عنه يصدع بركات كثيرة للشعب يعطي بفيد على من حوله وبعدين يظهر له الملاك المخصوص لأنه يعطي ويقول له يا كرينيليوس صلواتك صدقاتك صعدت تذكارا أمام الله وعشان خطره يظهر الملاك لبوتروس في رؤية وقصة الملايا واللي فيها وربنا يبعث لبوتروس من دبين مخصوص عشان يخضوه ويروحوا بيه لكرينيليوس والأكتر من كده أنه مجرد بوتروس يروحوا يقفوا يتكلم يحل الروح الكدس على كرينيليوس وكان أمرا عجيبا فريدا فكيف يحل الروح الكدس على من لم يتعمد ومن لم يقبل الإيمان بمخاييس الناس في ذلك الوقت ولكن ربنا عاوز يقول ما وجدته في كرينيليوس لم أجده في كل من حوله لأنه إنسان عطاء وكان حلول الروح الكدس قبل معموديته علامة رضا علامة بركة علامة قبول الله لكرينيليوس عشان كده خد بركة المعمودية يقول الكدس أغسطينوس الصلوات والصدقات تطهر القلوب العطاء أعود يا أحبائي لألا أطيل في هذا الأمر لأركز على هذه القصة قصة بيت عنية الحب هو سمة أعضاء هذا البيت جميعا وكان في هذا اللقاء العطاء هو علامة الحب في هذا البيت وعندما ننظر إلى ما قرأنا في إنجيل اليوم نرى التنوع في العطاء نرى الشمولية في العطاء على المستوى المادي كان عطاء في سخاء على المستوى المادي كان العطاء في سخاء أولا في سخاء من جهة الوليمة ما هو رب المجد مش راح لوحده أكيد يقول لنا الكتاب فصنعوا له عشاء وأيضا نرى الكرم والسخاء في العطاء في ذلك تطيب الغالي الكثير السمن اللي سكبته مريم عليه يقول تيب نردين خالص كثير السمن ومش كده وبس يعني الواحد لما يجيب حاجة غالية الواحد يقدمها له كده في سيلوفان يستخدمها وقتا ما شاء إنما الغالي كثير السمن ده يتساكب على القدمين عطاء وعطاء بكل مشاعر الحب والدليل إنه كانوا في كليسة الأولى عندما يعطوا يضعوا الأموال عند أخدام التلاميذ إنما مريم لما أعطت حطت الطيب على أخدام السيد المسيح والأكثر من هذا بكل الحب والإتضاع سعيا لنيل البركة تمسح رجليه بشعر رس الضيافة في ذلك الزمان لما ييجي ديفع أنه بيجيوا سيرا على الأخدام يغسلوا له رجليه بمية وفي الأديورة زمان لما كانش فيه طرق معبدة كانوا أول واحد ما يروح الدير يجيبوا له مية وفيها ملح عشان يسحب المية اللي جمعت في رجله علامة حب إنما مريم لم تخسل أخدام المسيح بماء بل بطيب كثير الثمن ولم تمسح رجليه بأخمشة بل مسحتها بشعر رأسها عطاء قمة العطاء قمة العطاء بكل الحب عشان كده يقول لك المعطي المسرور يحبه الرب ده سر محبة ربنا لهذه الأسرة العظيمة جدا بل عطاء على مستوى الجهد عطاء على المستوى المادي عطاء على المستوى الجهد عطاء على المستوى المشاعر عطاء بكل الأنواع وعشان كده حبايبي حتى مرسى أعطت جهدا أعطت وقتا فيما هي تعد الطعام لكل الحدور إنه تسكار العطاء لا أريد أن أطيري هذا المساء هو تسكار العطاء بالنسبة للسيد المسيح ودخوله بيت عامية كان تسكار للعطاء وبالنسبة للست ستين مضت وعلى مستوى الكريسة هذا كان تسكار للعطاء فالكنيسة أعطت أفضل أبناء أهل الله أحبائي ضع أمام عينيك أن تعطي أن تعطي وقتا أن تعطي جهدا وبالأكثر أن تعطي مشاعر أعطي كل من يحتاج العطاء بغد النظر عن انتماؤه تاني أعطي كل من هم كل من هو محتاج للعطاء بغد النظر عن انتماؤه أعطي كل من هو محتاج للعطاء بغد النظر عن استحقاقه انظر إلى احتياجه ولا تنظر إلى استحقاقه بعد أولادنا المحتاجين السرافه غلط أنا بتعامل معاه وفقاً لاحتياجه ولا أتعامل معاه وفقاً لاستحقاقه أعطي كل محتياج وقت احتياجه ولا تؤجل أعطي كل احتياج وفقاً لنوع احتياجه صدقون يا أحبائي مجرد ابتسامة لواحد حزين لهي مقدرة جداً أمام الله ومؤثرة جداً فيه بعض الناس محتاج إيد حانية محتاج ابتسامة محتاج كلمة تشجيع أقول كل زوج عطائك لزوجتك ليس بتوفير المال كل زوج بسقول أن يوفر المال إنما عطائك لزوجتك بما يتناسب مع احتياج المرأة المرأة تحتاج حب المرأة تحتاج كلمة طيبة المرأة تحتاج تشجيع المرأة تحتاج احتمال تأثير اعطي حباً في كلمات في ابتسامة في مشاعر وأنت أيضاً زوجك يحتاج إلى كرامة يحتاج إلى تخدير يحتاج إلى مجاملة وخاصة أمام الناس وبالأكثر أمام أبنائه الشاطر اللي فينا يعرف الآخر محتاج إيه يدينه اللي محتاجه وقت ما يحتاجه بالأسلوب اللي يحتاجه أحبائي في تسكار العطاء نذكر تلك الأسر الحاضرة معنا اليوم والتي قدمت سواء أبنائها أو قدمت أزواجها أو قدمت أقاربها هم في السماء يصلون عنا الآن نحن نتشفع بهم وصرنا أقصر قوة بهم أحبائي كل سنة وأنت طيبين وتعيشوا بمشاعر الفرح في مثل هذا التسكار المتكرر ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها دائماً أبدياً أمين فضوح